ترقب اليوم الثلاثاء الكبير اليوم الذي سيحدد إلى حد كبير هوية المتنافسين نهائيين من الحزب الجمهوري والديمقراطي للسباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر المقبل الناخبون سيصوتون في 15 ولاية أهمها كاليفورنيا وتكساس ونورث كارولاينا التي تضم أكبر عدد من المندبين الانتخابيين بالنسبة للحزب الجمهوري فالمرشحان دونالد ترامب ونيكي هيل يتنافسان على ترشيح الحزب إذن من يفوز يوم الثلاثاء يعني فوزه بثلث أصوات المندبين الجمهوريين وحصوله على أصوات 874 مندوبا من بين 2429 مندوبا حتى الآن ترامب يتصدر المشهد بحصوله على أصوات 109 مندوبين وتتأخر هيل بحصولها على 20 مندوبا في حين يحتاج المرشح الجمهوري 1215 صوتا من المندبين ليصبح المرشح عن الحزب حملة ترامب تتوقع أنه إذا لم يحصل على عدد المندبين الكافي في انتخابات الثلاثاء فأنه سيحصدها بحلول منتصف مارس ليصبح المرشح الوحيد للحزب الجمهوري أي عندما تقترع جورجيا وهواي وميسيسيبي وولاية واشنطن إلى جو بايدن يبدو أنه المرشح الأبرز للحزب الديمقراطي دون منافس يذكر لكن المخاوفة تلاحقه كبر عمره بات يشكل تهديدا كبيرا لإعادة انتخابه هذا هو آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز كشف أن غالبية الناخبين الذين دعموا في انتخابات عام 2020 تراجعوا حيث يعتقد 61% أنه لا يمكنه أن يكون رئيسا فعالا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر